موسيقى من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج الشارع السعودي السلام عليكم نبدأها بفقرة الأخبار كما عودناكم في البرنامج حيث واصلت المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية النوعية للمتضررين في قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية حيث جرت عمليات للإنزال الجوي للمواد الغذائية في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة التي يتواجد فيها مئات الآلاف من النازحين يأتي ذلك امتدادا للدور التاريخي المعهود للمملكة بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيقي في قطاع غزة والتي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله للمزيد ينضم معنا عبر الهاتف مبارك الدوسري مدير إدارة الفروع في مركز الملك سلمان لغاثة والإعمال الإنساني أخوين مبارك أهلا بك في أشارع سعودي أهلا وسهلا أستاذ صلاحو سعيد جدا بأن أكون معكم في هذا البرنامج المميز وفي هذه الليلة المباركة أهلا بك حدثنا عن هذا المشروع نحن نعرف المركز الملك سلمان لغاثة والإعمال الإنسانية هو المنفذ الوحيد للمواطن والمقيم الذي يريد أن يتبرع أو يصل مساعداته خارج حدود المملكة العربية السعودية وصلت لأكثر من 99 دولة ومبادراتكم 6 مليار أنا أقول هذا الكلام لأن المتحدث الرسمي الدكتور سامر دائما معنا ويتحفنا في أشارع سعودي بأخباركم نبغى نعرف أخبار الإنزال الجوي للمواطن الغذائية يعني مواصلة لحريثك أستاذ صلاح الله يسلمك ولي زميل المتحدث الرسمي الأرقام في المملكة تتغير لحظة بلحظة الجهود الإنسانية متواصلة على مستوى العالم واليوم نحن نتحدث عن فلسطين تاريخ ممتد من أعمال إنسانية متنوعة في كافة المجالات منذ انطلاق الأزمة في غزة في شهر أكتوبر من عام 23 ومركز الملك سلمان مستنفر على مدار الساعة في استقبال تبرعات المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة والله الحمد والتي قاربت هذا الصندوق على ما يقارب 700 مليون في منصة ساعة كذلك صاحب هذا العمل فرق موجودة تعمل على مدار الساعة سواء في الرياض أو في الأردن أو في جمهورية مصر العربية لمتابعة إدخال المساعدات من كافة الطرق والمعابر رغم التحديات التي يواجهها العمل الإنساني الدولي في إدخال المساعدات والحصار المفروض ولذلك عملنا مع كافة الوسائل في إدخال المساعدات سواء من خلال جمهورية مصر العربية عبر منفذ رفح يوم كان مفتوح ثم حاولنا الآن مع الطرق الأخرى مع الأردن ونحن نعمل حاليا مع الجو في الإسقاط الجوي ومن الداخل مع العديد من المنظمات الفاعلة على الأرض نستخدم كافة الوسائل ولذلك الإسقاط الجوي استمر تقريبا مع بداية الشهر الحالي في تدشين دشنها مع العديد المشرف العام تقريبا قبل ما يقارب أسبوع في الأردن وانطلقت الطائرات ولازالت مستمرة إلى الرحلة اليوم التي أسقطت اليوم وهي الرحلة السابعة والثامنة والتي تحمل وجبات غذائية متنوعة ومتكاملة وهي جاهزة للتناول على مناطق النازحين في منطقة رفاح وفي منطقة المواصي لأنها منطقة نازحين لا يوجد فيها وسائل للطبخة وغيره ولذلك روعية في هذه الوجبات أن تكون جاهزة ويستطيع أي مستفيد أن يفتحها ويستخدم التقنية التي تقنية التسخيم ويتناول وجبته بكل يسر وسهولة وقد لاحظتم في بعض المقاطع واللقاطات تفاعل وسعادة الناس التي وصلتهم هذه الوجبات بوصولها أيضا أخوي مبارك رمزية الصور المملكة العربية السعودية تنفق مما تحب وشفنا رمزية الصورة لمعالي الدكتور عبدالله ربيعة وهو يأكل بنفسه من نفس الوجبات التي أرسلت من السعودية لأخواننا الفلسطينيين تعليقك أستاذ صلاح نحن نعمل بفرق على مستوى عالم الكفاءة ونعمل مع شركات متخصصة في تصنيع هذه الوجبات والمحافظة على سلامتها صحيا وكذلك في قيمتها الغذائية كذلك روعية فيها أن تكون ضمن الوجبات التي كانت متوفرة على المائدة الفلسطينية روعية فيها كل هذه الأصناف والمحتويات وأصبحت الوجبات التي وزع إفطار وغداء وعشاء ستستطيع أن تسد حاجة المستفيد لمدة 24 ساعة بهذه الوجبات ويتم تجرب هذه الوجبات وتمر بمراحل في موضوع الفحص والاختبار ويتناولها الموظف المكتب قبل أن يتناولها المستفيد للتجربة وكذلك تمر بمراحل حتى بإذن الله نقدم غذاء بإذن الله متميز لهؤلاء المستفيدين والمتضررين وهم كثر في قطاع غزة مستمرون معكم أخوي مبارك أنت وزملائك الذين يبدلون جهود وطنية مقدرة هنا في الشارع السعودي نافذت الفخر لنشر أخبار مركز الملك سلمان وجهوده في 99 دولة مبارك دوسري مدير دارة الفروع في مركز الملك سلمان لغاثة والعمال الإنسانية كان معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك الخبر الثاني تنظم الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية جولة رقابية على الوسطى العقاريين ومكاتب العقار في مختلف مناطق المملكة بهدف متابعة امتثال الوسطى العقاريين في تطبيق الأنظمة والمساهمة في تنظيم السوق العقاري وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين لمزيد من التفاصيل ورحب بالمتحدة الرسمية لهاي العامة للعقار ستاة تيسير المفرج ستاة تيسير أهلا بك في الشارع السعودي حياك الله يسعد مساك أول شيء احنا مبسوطين أن الشارع السعودي بنى علاقة محترفة بين الهيئة وبين البرنامج ممثلة في شخصك الكريم وزملائك فدائما نرحب فيكم يا ستاة تيسير أنتم شركاء أساسيين أعتقد لهي العامة للعقار وكل الجهات الحكومية لما تقدمون دائما الحقيقة من دور رئيسي في نشر الوعي الله يسلمك ما شاء الله كان فيه عندكم مؤتمر الإعلام العقاري دشنته الهوية الجديدة اليوم نشوفكم في الميدان عطنا القصة الهيئة العامة للعقار ومستمرة طبعا في جولاتها دعنا نقول الرقابية أو جولات العلاقة بالامتثال يمكن حتى أخي صلاح أنت ذكرت في الأول أنه الهدف الأساسي هو رفع الامتثال يعني فعليا الجولات الرقابية التي الآن هي موجودة بدأت مطلع هذا الأسبوع وهي مستمرة طوال الأيام القادمة على كافة ملاطق المملكة عندنا هدفين رئيسيين فيها الهدف الأول أنه فعليا نرفع الوعي عند أصحاب المكاتب العقارية نساعدهم على موضوع أن يكونوا ممتددين لنظام الوساطة العقارية عن طريق الترخيص نساعد أيضا بعض المبتدئين في العمل العقاري على استخراج الرخص الخاصة فيها وكيفية استخراجها وفي نفس الوقت نشدد على المخالفات الموجودة والتفتيش والرقابة الموجودة لها علاقة بموضوع امتثال المكتب العقاري أو الوسيط العقاري بنظام الوساطة العقارية من خلال الرخصة الموجودة وأيضا لها علاقة بالإعلانات العقارية المنتشرة في اللي دائما نشوفها ملزقها في كل مكان للبيع للبيع للإدام هذه أيضا اللوحات أيضا هي من ضمن نطاق العمل اللي حنا نتابعه بحيث أنه نضمن الإعلان العقاري اللي معلق على أي مكان للبيع أو للإيجار يكون ضمن الشروط اللي موجودة واللي أهمها أنه يكون اللي أعلن عنه ما أخذ الرخصة حق جفاله موجود رقمة وأيضا فيه رقم للترخيص أي لوحة معلها شعار أو قلنا نقول رقم رخصة فال أو رقم ترخيص الإعلاني تعتبر لوحة مخالفة يتم إزالتها فورا لأنه ما نضمن المعلومات اللي موجودة فيها طيب الوخالفة كم تبلغ أبو مشعل طبعا هي تدرج ضمن نظام الوساطة تدرج المخالفات على حسب تكرارها وعلى حسب جسامتها تصل إلى أعلى مخالفات إلى 200 ألف ريال وش ضبطوا اليوم لازلنا الآن في الميدان أنا أكلمك وحنا في الميدان لازلنا اليوم كانت عندنا كثير يمكن أكثر من خمس أحياء اليوم كنا متواجدين فيها داخل مدينة الرياض وأيضا جدة في ثلاث أحياء اليوم كنا نركز على موضوع اللوحات هذه اللوحات اللي موجودة المخالفة الحمد لله لقاينا صرق بين ما كنا عليه اليوم ما كنا عليه قبل كم شهر في موضوع الانكثار اليوم لاحظنا كثير من اللوحات عليها رخص الفال للوساطة العقارية وأيضا عليها الترخيص الإعلامي وهذا الحقيقة يدل على وعي الوساطة العقارية في أهمية الانكثال في الإعلامات العقارية أيضا طبعا مخالفات اللي لها علاقة بالتوطين معنا الزملاء من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشكورين هم المسؤولين عن مخالفات التوطين وعمل غير السعودي الغير مرخص وبالتالي أيضا كان في مخالفات لها علاقة الحكومية في ضبط السوق العقاري وزي ما قلت لك يمكن الهدف الأساسي عندنا في هذه الجولات هو رفع الوعي والتأكد من الامتثال لأن الحقيقة هدفنا مهو بأنه نكتشف وين العقوبات لا هدفنا أنه يكون عندنا السوق عقاري ممتثل منظم تستطيع أي أحد مستفيد أنه يتعامل معه بمثوقية عالية طيب لازم نعلق على الرشز اللي نشوفه الصور واللقطات المصاحبة لاتصالك نشكركم أنكم خصصتوا الشارع السعودي بهذا الرشز واللقطات الحصرية الشباب الكفاءات السعودية الموجودة في ضبط الميدان واللي أنت واحد منهم شفناك في الميدان مع السيارات أعتقد أنها تعتبر شيء جديد علينا في السعودية أنه هيئة العقار تتجول على المكاتب وترصد المخالفات وتخالف وتشكر أيضا الناس الملتزمة ودي نتكلم على الكفاءات البشرية والآليات الموجودة في الميدان المسارات الرقابة عندنا على أربع مسارات تديرها كفاءات وطنية بنسبة 200% كاملة والحمد لله الشباب الذين عندنا على درجة عالية من التعليم على درجة عالية من الممارسة والكفاءة حتى في إيصال المعلومة والله الحمد أربع مسارات رئيسية نعمل عليها المسار الأول هو الجولات الميدانية التي تكون فيها الهيئة العامة العقار لوحدها وهذه غالبا مركزة على بعض المكاتب العقارية واللوحات وعندنا المسار الثاني الجولات أو التفتيشية أو الرقابية المشتركة التي تكون معنا فيها الجهات الحكومية ذات العلاقة لبعض المخالفات يعني نحن نتكلم عن مخالفات مثل التوطين مختصاص وزارة الموارد البشرية مخالفات لا علاقة بالغش مخالفات لا علاقة بالتستر تكون معنا الجهات المعنية فيها المسار الثالث وهو مسار يمكن أقوى من المسار اللي أنتم تشوفونه في الميدان وأكثر وهو المسار يمكن الرئيسي اللي نحن نركز عليه المسار المسح الإلكتروني عندنا الحمد لله تقنيات متقدمة جدا في مسح جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع والإعلانات العقالية الرقمية حتى نتأكد من ضمان امتثالها المسار الرابع وهو مسار شاركنا فيه المجتمع كله وهو مسار البلاغات عن طريق الموقع الرسمي للهيئة العامة العقال نتلقى البلاغ نتلقى موقع البلاغ المخالفة الموجودة وتباشر مباشرة الفرق اللي عندنا الميدانية معالجة المخالفة الموجودة وهذا عمل نذكر فيه كل ما نتاهم معنا في البلاغات من خلال الرابط الموجود في الموقع تيسير المفرج المتحدث الرسمي لهيئة العامة العقال كان معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك تعد منطقة سيتي ووك من المناطق الرئيسية لموسم جدة 2024 والمقام تحت شعار من جديد حيث توفر لزوارها مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تشمل الألعاب الحركية والمهارات وفعاليات أخرى في منطقتين ليالي القاهرة ومدينة الصين بالإضافة إلى العديد من المسرحيات التي تحظى بإقبال واسع من الزوار ولوجين حريري مراسلتنا من جدة من قلب الحدث في موسم جدة جاهزة والمايك لك يا أختي لوجين وصفي لنا ماذا يحدث في الجوار أهلا صلاح يسعد مساءك ومساء أكيد كل متابعين القناة السعودية فعلا صلاح مثل ما ذكرت متواجدة في السيتي ووك هي أحد أهم الفعاليات الحالية لموسم جدة هذا العام بعنوان من جديد أكيد السيتي ووك هي المنطقة الأكثر شهرة في مناطق الموسم حيث أنها تناسب جميع أفراد الأسرة الأطفال وكبار السن وأفراد العائلة بشكل عام عدد كبير من المناطق داخل السيتي ووك مهيئة بألعاب حركية وألعاب فيها حس المغامرة بعدد كبير من المطاعم والمقاهي والكفهات ويوجد أيضا المسرح العربي في منطقة ليالي القاهرة يقدم عدد من المسرحيات أيضا المميزة خلينا ناخد بعض الصور من المنطقة التي أنا متواجدة فيها خاصة مثل ما ذكرت بليالي القاهرة تحاكي هذه المنطقة فعلا مدينة القاهرة بمبانيها والأكلات المقدمة داخلها وأيضا الفعاليات داخل هذه المنطقة سيتي ووك طبعا فعالياتها تبدأ من الساعة السادسة مساء إلى الساعة الثانية أو الثانية بعد منتصف الليل في الويكند وخلال أيام الأسبوع تتهي فعالياتها الساعة الواحدة تضم أكثر من ثلاثين لعبة تساعد على تجربة مغامرات جديدة وأكيد سنأخذ أحد الزوار يعرفنا عن تجربته في سيتي ووك هلو سهل عرفنا فيه؟ أهلا وسهلا أحمد أحمد كيف تجربتك في سيتي ووك وإذا جيتها اليوم أول مرة أو سبق لك زيارتها؟ لا صراحة جيتها أكثر من مرة سيتي ووك من الأماكن صراحة جميلة في موسم جدة يعتبر هو الأساس المجمع الناس كلها تتجمع في مكان جميل ترفيه لكل أفراد العائلة شباب أو بنات أو كبار أو صغار ممتع للجميع اليوم أنا بقول لهم منطقة ليالي القاهرة تحاكي فعلا مدينة القاهرة بمبانيها وشوارع وأيضا الأكلات اللي موجودة فيها ليالي القاهرة إضافة جميلة صراحة هذه السنة لسيتي ووك الموسم جدة أحساس كده شعور أنك في أجواء مصر وخان الخليلي فممكن اللي راح مصر يعيش نفس الأجواء هنا أو اللي ما قد راح مصر مثلا ما يحتاج يقدر يجي يعيش الأجواء هنا في سيتي ووك أكثر منطقة عجبتك من ضمن الفعاليات الموجودة والله أكثر من منطقة صراحة كل منطقة مناسبة يعني الفئة معينة الكبار لهم مناطق الصغار لهم مناطق العوائل لهم مناطق معينة فمناطق ممتعة للجميع زرت مدينة الرعب أكيد من الأشياء الأساسية اللي لازم أي أحد يجي قلبه قوي لازم يزورها اللي جين سمعين الطفل الجمين اللي جمب أحمد أيو كلها طبعا عشنا التجربة كاملة واستمتعنا فيها شكرا لك أحمد أديك العاف الله عافية نشوف الزائر الحل ودات فضل من؟ عرفنا بنفسه سعود الشهاري سعود جيت سيتي ووك أو الأول مرة؟ لا قد جيت أكثر أكثر شي عجبك؟ والله صراحة أكثر من شيء وين المناطق اللي زورتها؟ روحت مدينة الصين وين دخلت؟ الصين أهو الصراحة قد جيت بس الصين بس دخلت الصين؟ مدينة الرعب؟ لا أخاف ليه؟ ما تجربها؟ لا ومنطقة الألعاب المائية؟ ألعاب مائية جو يلا لجين شكرا لك متحمس متحمس أكيد سعود عندك كثير من المناطق اللي هتزورها وتناسبك نعم صراح هذا ما لدي أنا أشكركم ما شاء الله أنا أشوف الأجواء وأشوف ما شاء الله الناس أو الدور يعني حتى جو جدة معناته أنه الناس قاعدة تستمتع بالأجواء وإحنا في عز الصيف لجين حريري مراسلتنا من قلب الحدث في موسم جدة في سيتي ووك شكرا جزيلا لك بعد الفاصل إنجازات سعودية في صناعة الروبوتات الليلة بالتفصيل في الشارع السعودي اشتركوا في القناة أهلا بكم في الشارع السعودي من قناة السعودية تستمر جهود المملكة وتوجه الاستراتيجي نحو صناعة الروبوتات في إطار رؤيتها الطموحة 2030 تسعى مملكتنا الحبيبة لتكون رائدة في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار بهدف تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها العالمية تعمل السعودية أيضا على تطوير واستخدام الروبوتات لتحسين مختلف القطاعات بما فيها الصناعات ورعاية صحية والخدمات العامة من خلال استثماراتها الكبيرة في الأبحاث والتعليم وتطوير المدن الذكية مثل نيوم والدعم المستمر للشركات الناشئة وتتبنى المملكة أيضا تقنيات الروبوتات وذكاء الاصطناعي لتحسين الانتاجية والكفاءة في قطاع الصناعة وتستخدم الروبوتات أيضا لزيادة الانتاج وتقليل التكاليف أما في الرعاية الصحية تساهم الروبوتات في الجراحة والروبوتات المساعدة في تقديم رعاية طبية متقدمة كما تسهم الروبوتات في الخدمات العامة مثل التنظيف إدارة النفايات مما يعزز من جودة الحياة هذا التوجه يعكس رؤية القيادة السعودية نحو مستقبل مزدهر يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ويؤسس الاقتصاد متنوع ومستدام مما يجعل المملكة مركزا عالميا للابتكاري والتكنولوجيا اليوم نستضيف أحد نماذج صانعي الروبوتات فريق سعودي ون المهتم في مجال الروبوتات وأيضا مشاركين في أكثر من بطولة دولية ومحلية حصلوا على المركز الثاني في المملكة في الألعاب السعودية وأيضا آخر مشاركة لهم مسابقة VEX AI وحصولهم على المركز الخامس عالميا أرحب بمن أنضم معنا في الستوديو محمد القحطاني قائد فريق سعودي ون محمد أهلا بك الله يبقيك ويسلمك عبر شيء نشكركم على الاستضافة وأحييك سراح وأحيي زميلي فيصل نحن صراحة سعيدين جدا بالترحيب اللي لقينا بعد إنجازنا اللي صراحة بعد تعبنا لقينا شيء يفرح الشخص اللي يتعب تستاهلون أنتوا واجهة مشرفة أنتم أصدقاء الجوائز أنتم نموذج مواطن سعودي مبدع ومبتكر أنتم مخرجات شعب طويق الله يطلقا بالترحيب أهلا فيصل بن بريكان وهو نائب قائد فريق سعودي ون فيصل الصراحة أنا جدا سعيد شكونا دعوتك الكريمة واستضافتك لنا في برنامج شارع السعودية الصراحة أنا جدا سعيدين وفخرين نحن اللي سعيدين وفخرين طيب أبغى منك يا محمد تشرح لي كما يشرح الأستاذ اللي تلميذه الله يسل لك من أنتم وش الفريق من تتبعون وش الجهة اللي تعمتكم هل أنتم جهة حكومية ولا قطاع غير ربحي المايك لك جميل الله يعافيك أولا إحنا مجرد مجموعة شباب اشتركنا وجمعنا شرفنا واهتمامنا في أن نستكشف الروبوتات ونعرف وش الروبوتات ممكن تخدمنا فيه والحمد لله شغفنا هذا واهتمامنا جمعنا كفريق لحظنا من أول تجربة لنا كانت في مسابقة فيكس 23 دالس تكسس سنة اللي فاتت كانت أول تجربة لنا كفريق تعلمنا منها الكثير تعلمنا من أخطائنا وتعلمنا من الفرق كثير بحكم أنه كان في فرق كثير مشاركة إرجع لي خطوة للوراء شوي أسلم أنتم طلاب مدرسة خريجين جامعيين موظفين إيش الجهة اللي تدعمكم جميل إحنا طلاب جونة الملك سعود شاركنا السنة اللي فاتت مع الجامعة السنة هذه بعد ما رجعنا إحنا كشباب في الفريق نفسه لحظنا أن عندنا أمال كبيرة عندنا طموحات إنه ودنا نكمل مع بعض خاصة أن التناغم والتفاهم اللي جاء بيننا والعمل التكاملي كان ملحوظ وكان ودنا أن نستثمر فيه فبالتالي كملنا وقررنا أن نكون فريق خاص بشاركة مع جمية صانع الغير ربحية تمنتنا الله يطعم العافية ومن عندهم بدينا طبعا شاركنا أيضا في الألعاب السعودية دورة الألعاب السعودية كانت أول بطولة للروبوتات أو أول مرة يضيفون لعبة الروبوتات فيها فكان الموضوع شبه غير واضح ما كان فيه تجارب سابقة واضحة عند التعليم ممتاز طيب قال لي محمد جمعية صانع صانع من يقف وراها؟ طبعا جمعية صانع هي جمعية غير ربحية بإشراف من سدايا طبعا الجمعية هي من إحدى الجمعيات التي تخرجت من مسك محمد سلمان الخيرية بكل اختصار الجمعية هي تبني منتجات تقنية وتمكن القيادات الواعدة مثل الشباب وتساعدهم طبعا الجمعية قصتها بدأت من مبادرة مبادرة من نادي الثقافي الاجتماعي في جامعة ملك سعود وكليث الحاسب كانوا شباب طبعا كلنا تخصصاتنا تخصصات الحاسب أكتشفوا أن فيه النقص أو فيه جهات كثيرة جهات كثيرة تحتاج مثلا أنها تسوي مواقع أو تطبيقات لها فالجمعية هذه تقدم في بدايتها بدأت أنها تسوي مواقع لها فما زالت الجمعية مستمرة ما علاقة سدايا؟ سدايا هي جهة مشرفة للجمعية جهة دائمة الإشراف الفني بالضبط لأن الجمعية هي مجالها مجال تقني ممتاز ما علاقة مسك؟ الجمعية تخرجت من حاضرة مسك يقدموا لهم دعم مادي استشارات خطة واضحة يساعدونهم في رسم استراتيجية فمسك ساعدتهم أن يرسمون الخطة الاستراتيجية سدايا مشرفة لهم بحكم جمعية تقنية شف سبحان الله يبان المكتوب من عنوانه من يوم تكلم محمد وجاب الشغف؟ طبعا كلمة الشغف أنتم معرفين من اللي علمنا إياها أصلا نسمعناها اللي هو الأمير محمد بن سلمان كلمة طموحة عنان السماء قالها الأمير محمد بن سلمان في رؤيته فلما أنت تتكلم يعني حسيت أن وراكم يعني جهة محترمة ومحترفة زي مسك وزي كذا فاللي فهمت منكم الحين أنكم أنتم فريق سعودي ون المتخصص في صناعة الربوتات صح؟ صحيح فريق طلاب متخصصين في الحاسب العالمي جامعة محمد بن سعود أسستوا جمعية اسمها صانع وهذه الجمعية تشرف عليها وزارة الموارد البشرية في الكطاع غير المركز الوطني في الكطاع غير ربحي المستقل عن الوزارة طبعا لكن فنيا تشرف عليكم سدايا ومسك هي التي خرجتها الجمعية من حاضناتها هي جهة محتاضة للجمعية كذا يا أحمد؟ الجمعية أسسوها الشباب لفنادي الثقافي اللي يذكرهم فيصل لهم زملاء أصفل ونحن معهم لكن فريق سعودي ون أسسناه إحنا بشرفنا يتبع الجمعية الفريق اتفق مع الجمعية أن نتبع الجمعية وتقدمنا الجمعية دعمها بشتة الطرق ممتاز يعني لو نستضيف الجمعية بتقول منظم البرامجي اللي أنا أفخر فيهم فريق سعودي ون اللي يرأس محمد واللي نائبة فيصل صحي طيب أريد أن أعرف كيف كانت نقطة الانطلاقة لهذا الفريق كانت نقطة الانطلاقة أول شيء نحن طلنا من جامعة ملك سعود كلنا نتعرف عن طريق الجامعة روح للمشاريع عرفنا نكون في الجامعة بالضبط أول مشاركة لنا كانت السنة الماضية النفس ما ذكر روحي محمد أول مشاركة دولية حقق المركز 24 على مستوى الجامعات على العالم قررنا بعدها أن نكمل أكتشفنا أن الفريق جدا متفاهم متكامل يعني ظهرتوا في داشبورد الجوائز والجازات بالضبط وحسيت أنكم متحمسين في فدعستو بالضبط فبعد مشاركتنا نسخة فيكس 2023 شاركنا على طول في الأمبياد السعودية حتى بينا أعتقد فترة بسيطة وحققنا المركز الثاني في وقت الأمبياد السعودية كنا جالسين نستعد لبطولة فيكس نسخة 2024 وجالسين نتعلم من أخطائنا وماذا التحديات التي واجهتنا بدايتها بداينا برسم الخطة والاستراتيجية المناسبة التي سنستمر عليها في البطولة ثم بعد ذلك بناء الروبوت وبرمجته ثم المرحلة الأخيرة هي مرحلة اختبار الروبوت لماذا لا أجبتنا الروبوت ونرى الصراحة الروبوت حاليا فككنا لأننا نستعد بطولة جاية محتاجين القطاع وعلى طول أمس كان حلقة عن الذهب وجاءنا هنا ذهب بقيمة مئات الآلاف ورجع كما ها الله يسعدك بروح لمحمد ودي نسألك عن الأهداف التي وضعتها لأنفسكم لكن بعد الفاصل فاصل نكون بعد ما تبقى من برنامج الشارع السعودي فابقوا معنا أهلا بكم أهلا بما نضم إلينا الآن نتحدث عن إنجازات سعودية في صناعة الروبوتات ورحم مجددا بمحمد القحطاني قائد فريق سعودي ونه أهلا بك محمد الله يبقيك يسألك أيضا فيصل بن بريكان نائب قائد مدير فريق نائب قائد فريق سعودي ونه اللي تشوه مدير وقائد وفنان ومبدع الله يسألك وهي قدرك أعرف إن عندكم إنجاز وأعرف كذا بسرع لفكر أنا كمذيع وأب ومواطن أنظر لكم كشباب في مقتبل العمر إنكم قدوات صالحة الله يرفع رحم الله والدين ربكم الله يسلم إنجازات وتتكلمون يعني بطموح عنانسة وتصنعوا الروبوتات وكذلك عرفت اللي تدخل السرور إلى قلبي الحمد لله يعني اليوم في الشارع سعودي نتشرف أن نقدمكم لوطننا وأيضا للوطن العربي والعالم اللي يشوف أن عندنا شباب وصلوا للروبوتات الله يوفقك الله يافقك نبغى نحكي عن الهداف اللي وضعتها لنفسكم في بداية المسيرة ودخل في الروبوتات ما قاعد تسويه جميل أولا بعد أول مشاركة حسنا أن نقدر نحقق شيء مع بعض كفريق فحددنا أن هدفنا حضورنا السنة الجاية لازم نكون أفضل من السنة اللي قبر ونتطور لأن هدفنا هو أن نصعد بالمجال هذا ونكون السبب في أن السعودية تكون دائما في المحافل الكبرى وتكون في القمم في هذا القطاع استاهل أكيد لكن عشان كذا جهزنا البطولة فيكس من بدري الفرقة التي كانت تفوز وتأخذ المراكز العليا كانت جهز قبله ب7-8 شهور وهذا اللي سويناها المرة هذه ولله الحمد مع ضغط الألعاب السعودية ودغط الألعاب السعودية قدرنا أن نحقق مرة وش بطولة فيكس؟ بطولة فيكس هي كل سنة يغيرون طريقة إحرازك للنقاط بحيث أن كل سنة تجعل الموضوع أصعب عليك وتدفعك أنك تتعلم أكثر وين مكانها؟ مكانها دائما في أمريكا لكن كل سنتين ثلاث سنين يغيرون المدينة التي تكون فيها وين كانت آخر مرة؟ آخر مرة في هيوستن السنة القبل النسخة التي فاتت كانت في دالس تيكسر في السوب المركز الخامس صح؟ الله الله طيب ما هي نوعية المشاركة؟ بكل بساطة أنك تصنع روبوتات تحرز النقاط بالطريقة التي تحطيها ما هي الروبوتات التي تصنعتها؟ صنعنا روبوتين رأينا فيها المسافة في game object مثل الكورة بشكل مثلث يجب أن تأخذها وتدخلها في القول لكن يكون فيه عقبات وأنبيب قدامك فلازم أن تتبرمج الروبوت أنه يعرف أنه فيه قدامه أنابيب أو عقبات يتخطاها التحدي كان أن الروبوت لا يوجد تحكم يدوي هذا شرط المسابقة كان كل شيء عبر ذكالي إصطناعي فكان لازم الروبوت يكون ذكي حرفيا لأن حتى لو كنت تتحكم فيه ممكن أن تضرب في الأنابيب فماذا تحدي يكون أكبر تحدي تقني واجهناه كان فيه موضوع دقيق شوية ما البي اي دي وهو كيف أنك تخلي دوران الروبوت إذا هو يدور من نفسه يكون دقيق 100% لأن دوران وراء دوران وراء دوران ممكن أنه يفقد المسار اللي كان مفروض يروحي يوديك في الحيضة ببضب فكان البي اي دي هي ثلاث عوامل أرقام تضرب في معادلة عشان ترسل الفولتج الصحيح للمحركات لما تدور تدور بطريقة جدا دقيقة طيب روبوت قدامك أنتم صنعتوه وتتحكمون فيه رقميا أو روبوت يعني يعني مش حقيقي موجود لا لا روبوت صنعنا يتحرك ملموس ملموس جدا والتحكم فيه بالذكال الاصطناعي بالذكال الاصطناعي من نفسه يتحرك وهذا صنعكم أنتم كشباب من نفسه فريق سعودي كم عددكم نحن ثمان شباب ثمانية عندكم ستين دولة يعني شاركت في هالبطولة في أمريكا صحيح ودي أفيصل نحكي عن تفاعلكم أنتم كسعوديين مع الأمم الأخرى الصراحة البطولة هذه بطولة استثنائية خاصة بطولة فكس إياي روبوت إكس لأن الفرق المشاركة كل فريق جالس ينقل ثقافة بلده وكل الفرق جدا متعاونة فإذا واجهتك مشكلة فعلى سبيل المثال مشكلة تقنية أو الجانب التقني كانوا جدا متعاونين ما يعني ما هو أننيين لا بالعكس متعاونين من أفضل فريق من أي دولة كان قريب إلى قلوبكم كسعودي بالمناسبة نحن الفريق الوحيد العربي المشارك فما يعني من اللي يفزع لكم من اللي تحس عنده طرفة من اللي تحس أنه من الستين فيه فريق صيني كان كان اجتماعي أكثر من الفرق الأمريكي الموجودة طبعا أغلب الفرق كانت أمريكية بحكم أن أسهلهم المشاركة لا يستطيع لكن الفريق الصيني كان جدا متساعدين لأنهم يدرون الهدف المسابقة هذا التطور الشخصي صار فيه كيمستري بينكم فصار فيه كيمستري صار فيه دعم يعني مثلا فيه بعد واحدة من برايات انكسرت عندنا قطعة ولا كان فيه بديل بنفس المقاس انحتاجه فعطوانوا من عندهم وما كانوا يفكرون أن لا ممكن نلعب ضدهم ويفزون علينا بسبب هذا الشيء كانوا واثقين في مستوارهم طفيتوا وشغلتوا زي ما نحن نساعد حاولنا بس ما ضف ما مشيت طيب ودي نحكي على البرمجيات والأدوات اللي استخدمتوها في التطوير جميل بالنسبة للبرمجيات تراعي مرة مستمتع الحوار هذا الله يسل بالله نحن أكثر بالنسبة للبرمجيات عندنا اثنين شباب هم من نسؤولين على البرمجيات عمر رضي حسين وعبد الرحمن ملايك مس عليهم الخير لغة البرمجي اللي استخدموها هي C++ تسمح لهم أنهم يتحكم بمرونة بحركة الروبوت ووامره استعملنا أيضا حساسات حساس التراصونيك بحيث أن يعرف قبل لا يقرب إلى أبجكت معين هل بيضرب فيه ولا لا فيغير مساره أيضا من ناحية البرمجيات استخدمنا خوارزمية معروفة اسمها الأودومتري الخوارزمية هذه ترسم فيها الملعب بالأبعاد الصحيحة بالملي وترسمها في عقل الروبوت بعدها ترسم نقطة البداية أو تعلم نقطة بداية الروبوت ونركب جهازين تشفير جهاز بالطول وجهاز بالعرض بحيث تمثل إحداثيات X و Y بحيث الروبوت مهما من بداية حركته أي ضربة تجي نزله في الملعب من الخصم ضربة غير مساره يعرف الاختلاف الذي حدث في المسار وبالتالي يصحح نفسه ويرجع يكمل المهمة التي كان يفعله طيب فيصل الروبوت يتدرب أي أكيد مثل كريستيانو كيف كيف تدربون الروبوت طبعا هو نفس ما ذكرنا سابقا أنه يشتغل عند طريقة ثكال الاصطناعي الحساسات ندربها على الترايبول الموجودة في الملعب على الكور وبرضو على الحواجز بحيث يلاحق الكور ويأخذ الكورة هذه يسجلها في مرمى الخصم فأنت لازم تتأكد أن الحساسات تعرفت على الروبوتات بشكل كوي يعني الإجابة نعم الروبوت يتدرب أكيد ممتع إذا كان الروبوت يتدرب في مباب أو البشر أيضا يتدرب لازم طيب سأخذ هذا التقرير مع طلاب جامعين مهتمين بالتقنية مستمرون في شغفهم وطموحهم إلى المنصات العالمية نشاهد هذا التقرير مع الزميل مشعل الخامس أنا من يوم أنا صغير كنت لما لأهل يجبوا لأي لعبة فككها طبعا المفترض يلعب فيها لكني أنا كنت أفككها فكان هذه مشكلة بالنسبة لهم لكن اكتشفوا من ناحية أن فك للعب هو تنمية لمجال معين من هنا بدأ شغف رائد وعمر للآلات الحية الروبورت حاليا طلاب الهندسة البرمجية شاركوا في عدة مسابقات وحققوا مراكز متقدمة من هالمنطلق تعرفنا على بعض تحمسنا أن ننطلق ونشارك عالميا في مسابقة ذيكس روبوتكس أكبر مسابقة روبوتات في العالم تعلمت من خلال هذا المسابقة الكثير في هذا المجال من ناحية ميكنكية وناحية برمجية فساهمت في استمراري ووصولي لما وصلت إليه الآن طريق البدايات قادهم إلى المشاركات العالمية في مجال التقنية والريبورت وتطورت أفكارهم حتى أصبحوا يطمحون ليكون لهم أثر إيجابي بخارطة التقنية بالسعودية الأهداف القريبة قريبة المدى نشارك نسخة الجاية من العاب السعودية ونشارك في مسابقة فيكس النسخة القادمة بإذن الله الأهداف بعيدة المدى عندنا خطط بإذن الله أن نمكن الشباب المهتمين في المجال هذا وجعلهم يشاركون في مسابقات عالمية وحقون إجازات المملكة هدفي من خلال هذا المجال أني أوصل أكبر شريحة من المجتمع بحيث أني أقدر أساعدهم ومكنهم في هذا القطاع الدعم الحقيقي يبدأ من البيئة المحفزة بالمنزل ويتطور الحال بعدها من الجهات الحكومية والخاصة ليصبح لدينا طاقات شبابية قادرة على إيجاد الفارق والنجاحات المستمرة بالحاضر والمستقبل الواعد للشارع السعودي مشعل خامسي أهلا بكم أهلا بمن انضم إلينا الآن مفخرة شارع سعودي دائما يكون قريب لكم يعطيكم من جرعات الفخر المتنوعة كنا في منصة الفخر اللي فوق نحكي عن الأسقاط الجوي للمساعدات الغذائية للشعب الفلسطيني اللي قدمها مركز الملك سلمان نزلنا هنا في الديكور معنا محمد القحطاني قائد فريق سعودي أهلا بكم محمد عندنا فيصل بن بريكان نائب قائد فريق سعودي صانعين للروبوتات شاركوا في محافة العالمية مع 60 دولة أخذوا المركز الخامس كعادة المواطن السعودي اللي عودنا أنه صديق الجوائز شرفتونا الله يحييكم شب ودنا نحكي على نكمل حوارنا الشيك والجميل معكم بعد ما عرفنا أن الروبوت يتدرب بعد ما عرفنا أنه الفريق الصيني كان هو الفرند اللي معكم وساعدكم شوي كيف صار الروبوت حقكم مميز يعني وش الابتكارات اللي استخدمتوها علشان أنتم تأخذون هالمركز المتقدم على العالم طبعا صراحة الشيء اللي ميزنا عن الفرق الاخرى المشاركة أن استعملنا قطع ثلاثية الأبعاد طبعا قطع ثلاثية الأبعاد لا تتميز أنها خفيفة في الوزن و جودة عالية حتى أنها لا تتأثر بالصدمات مع الروبوتات الأخرى أو أنها صدمت الحواجز فصراحة هذا الشيء اللي ميزنا وبرضو أكثر الأشياء اللي ميزتنا سوينا شيء وفرق أحد الروبوتات كان فيه زي الرافعة الرافعة هذه إذا تعلقت في زي العمود موجود في الملعب إذا تعلقت فيه مدة ديكتين متواصلة تحصل على 20 نقطة فإحنا الفريق الوحيد اللي كنا مسويها الرافعة هذه وصراحة هذا اللي ميزنا عن الفرق الأخرى المشاركة ضربات بعض الانعواجات في الروبوت يمكن أكثرها تأثيرا أن تخلي الروبوت حتى لا يمشي بشكل مستقيم موضوع أن الروبوت يمشي من نفسه ومبرمج من نفسه فهذا يعتبر شيء مؤثر لأنك أنت لا تتحكم فيه فممكن أنت راعي الانعواج في المشي لكن هو ما يقدر فكنا بعد كل المباراة نأخذ الروبوت نتأكد من وزنيته أنه يقدر يمشي بدون أي انحدار أو انحراف أيضا زي ما قال فيصل الرافعة كان بعض المباراة ما اشتغلت بحكم في بعض المشاكل برمجية أنت ما تقدر يعني أنك توقفها لك تحاول أنك تحسنها وتقل نسبة حدوثها فقدرنا بعد المباراة نقدرنا نضبطها وقدرنا نستغل الرافعة نحن مستمرون معكم في هذا الحوار الشيق مع اثنين من أبطال السعودية اللي فازوا بالمركز الخامس في مسابقة عالمية سؤال يعني أنا أحكي مع اثنين يصنعون روبوتات الشارع السعودي يهمه الإنجاز يهمه أنه فيه عينة سعودية منكم الروبوتات في المستقبل هل ممكن تأخذ وظائف ولا ممكن تزيد الوظائف حقه البرمجة وحقه طبعا أي تقنية جديدة تطلع تحل مكانها وظائف وطلع وظائف جديدة صحيح يعني ما نخاف أي لا لا تخاف ما رح يصير فيه مديع يوم وليام يقدم فنفس ما ذكرت أي تقنية جديدة تطلع يحل مكانها وظائف جديدة طيب كيف ممكن أنه أنتم تصيرون ملهمين عبر نشركم طبعا أنتم الآن اللي يشوفكم أكيد أنتم مصدر إلهام لكن كيف يستمر الإلهام عبر منصاتكم والنشر التي تسوون لتلهم شباب وفتيات آخرين جميل أول صراحة نجاحنا واحد من فوائد اللي صراحنا جدا جدا ممتنين بحدوثها هي أن ممكن في شاب أو طفل يرى الروبوتات الأول مرة فيشعل هذا الموضوع أو هذا الإنجاز عنده شرارة اهتمام شغف أنه أود يعرف وش هذا الشيء ويتعلم فيه نحن نبدل كل جهدنا وكل اللي نقدر عليه أن ننمي هذا القطاع ومنها كل مشاركة لنا سواء فيها نجاح أو فيها تطور بيكون هذا إن شاء الله مصدر إلهام للشباب السعودي عشان يدخلون في هذا المجال يمتأكد أن مع كثرة الشباب السعوديين في هذا المجال أن تفوق طيب ما الخطوات التي تنصح فيها يا أخوي فيصل عشان تنصح الطلاب المهتمين في مجال الروبوتات أكيد أنتم في جامعة ملك سعود وعندكم صانع وعندكم مسح وعندكم سدايا أكيد في مناطق المملكة فيه ناس عندهم عقول وبدأوا في مجال الروبوتات بس ما احنا شفناهم وممكن ما طلعت أخبارهم ايش تنصح صحيح خليك زي الفريق الصيني الصراحة الجامعات ما قصرات طبعا في كل جامعة فيه مركز للروبوتات وفيه فريق مختصين يقدمون دورات وكورسات في مجال الروبوتات فأنصحهم أنهم يدخلون هذه المراكز ويستفيدون ويتعمقون في مجال الروبوتات أكثر ويشاركون في بطولات محلية ودولية لأن الصراحة الخبرة تكتسبها من البطولات أكثر فيه ثلاثين ثانية أنا دائما أقول للضيوف إذا ما الله وفقني فيه أسئلة لكم الثلاثين ثانية أنك تعبر على شيء أنا ما قدر تسألكم ففيه ثلاثين ثانية لك يا محمد أنت وفيصل كل واحد منكم ثلاثين ثانية ببدا معك يا محمد أقول ألف شكر كلنا فخر بحكومتنا الرشيدة اللي اسمحت لنا أن نطلع على منبر رافعين في علمنا اللي صراحة يعني ممكن لو تأطيني ساعات مو بحتى ثلاثين ما قدروا في دعمهم حقيا أشكر الشارع السعودي على أن أعطان الفرصة أن نتحدث للشارع السعودي أشكر جميع صانع اللي صراحة يسوون شغل يعني مو قاعدين يأخذون حقهم صراحة أشكر وزارة الصناعة أشكر مدينة مكعب جزعم التقنية جميع من دعم في هذه الرحلة أشكرهم جميع أنا شكر والدي في الختام على دعمهم اللي كان غير متوقف يستهلون وبيضة لو جيكم محمد فيصل أول شيء الصراحة الدعمين والفريق خاصة الدعمين كانوا جزء كبير من هذا الإنجاز دعمونا من بداية مشروعنا أشكر مدينة ملك عبد العزي العم تقنية وزارة الصناعة بشاركة مع كفاءة تميز الاستشارية وأيضا شركة المراهي الشريك الاستراتيجي الصراحة ما قصروا معنا جميعا قدموا لنا جلسات استشارية معمل الربوط الله يحطيهم العالم سهلون نبغى نشوفكم دائم في اليوم أنتو صرتوا أصدقاء البرنامج بلغم الله بفترة وفترة إن شاء الله أنكم وأخوياكم يعني تعطونا أخباركم إن شاء الله ونبغى مراكز متقدمة ونبغى لا تقل عن عنان السماء بإذن الله كعادتكم أنتو وقرانكم الله يسلم أحمد القحطاني قائد فريق سعودي ون شكرا لك شكرا لحضورك شكرا لك فيصل بن بركان نائب قائد فريق سعودي ون الله يعطيك العافية شكرا لك شكرا لك شرفتونا الله يشارك شكرا لك لا تذهبوا بعيدا فاصلناكم بعدما تبقى ببرنامج الشارع السعودي فابقوا معنا بيظل بزربتنا الاجتماعية القادمة أنتم أبطالها وجزء منها سؤال سعناكم إياه لو شخص عزيز طلب منك مبلغ مالي هل توثقه بعقد؟ شوفوا جاباتكم والله على حسب المبلغ إذا المبلغ بحدود العشر ألاف وتحت بيكون طبعا لا للمستقبل أنه لازم نكتب لأنه فعلا أنا صار لي قصة شخص عزيز وللأسف يعني وثقت بس توثيق مش أكيد ضاع التوثيق أو زي ما تقول أخذ التوثيق ورح حقي هباء من ثورة وبعيد عن المشاكل والخلافات لا بد من العقد هذا الصحيح لكن الغالب عند الناس إذا أنت تحب هذا الشخص فغالبا يعني يتغاضع عن هذا الموضوع نعم يحتاج أوثقه بعقد عشان ما يصير المشاكل أو أي شيء عشان تبقى العلاقة يعني مستمرة الله بعضهم يستاهل مدلهمينك وعلى راحته ومن يسر العسر أما والله من بعضهم أنا أخوك يجيك وعلى ما قال بتساعده مساعدة في زينه عشان ما تكسره والله بما أن قلت صديق فدائما الصديق يكون محل ثقة فبإذن الله ما رح يعني أطلب منه توثيق لأن هذا الشي يعني بيني بينه إن كان من القرابة الأولى أب أم أخ لا هذا ما تسهل أما أوثقه لكن من شخص مثلا صديق صديق بعيد أو هذا لا أوثق العقد وبنعكس الضمان لي أو له صراحة أي والله الوقت هذا لازم ذات ناجس تدخل على ناجس لأنه ما تضمن أخوك هو أخوك صارني موقف أنا زي كده واحد يعني الله يوفقه وعطيتها مبلغ وإلى الآن يعني ما شفت إلى المبلغ زماننا أول بدون توثيق على أيام أبائنا الله يرحمهم والدينا والديكم كما يوثقوا في كتابة الرجل ثقة بالكلمة زماننا هل تغيروا الناس لا طبعا لأن أولا المبلغ مقدار المبلغ بكل مقدرتي ثاني الشخص عزيز علي فأعتقد أنا شخصيا إذا الشخص اللي بسلفه أنا واثق به ثقة كاملة يعني أكيد لا ما يحتاج كلها كلها أشياء دنيا يعني مجرد مجرد أنه يعتبر صديقي أو أخي أو زميلي ما يحتاج يعني كلها أشياء دنيا وبالآخر للناجر إن شاء الله فيه آية كريمة اللي هي آية الدين نزلت في صورة البكرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل بسمى فاكتبوه هذا كلام عظيم جدا فالإسلام دائما يوضح هذه الأمور منعا للخلافات الشخص العزيز والله ما يكون بين أي خلاف أساسا وإذا كان الموضوع يعني التوثيق فيكون التوثيق عادة مع الأشخاص اللي ما بينك وبينه أي ثقة متبادلة ولا العزيز يبقى عزيز وغالي ترى إذا كتبتوا الدين بينكم مو شرط أنك أنت ما تثق في صاحبك هو عشان ما تنسى أو ما ينسى أو الحياة والموت عشان اللي وراكم يعرفوا وش لك وش عليك والآية الكريمة في القرآن 282 في سورة البقرة فاكتبوه وإن كتبتم لنا رأيكم ونقدكم فسنأخذه في الاعتبار حساباتنا على شبكات توصيل اجتماعي دائما تنتظركم منكم نستفيد ونتعلم أيضا تسعدنا تعليقاتكم دائما في منصة اكس وعلى شبكات توصيل اجتماعي فريق الشارع السعودي بقيادة نورة الربدي رئيس التحرير هنا من أجلكم شكرا من تجاهد هذه الحلقة ريمة السلطان ومخرجها بدر العنزي كونوا بخير اشتركوا في القناة